اسلام عليكم اسرائيل اختالت احد اهم وابرز قادة الفصائل المسلحة المقربة من ايران ونتحدث هنا بشكل خاص عن حزب الله اللبناني وذلك بضربة جوية عنيفة طالت الجنوب اللبناني في الاربعة وعشرين ساعة الماضية العديد من المصادر تحدثت عما جرى ابرز هذه المصادر هي الاندي تيفي يدعوت احرانوت العبرية وزارة الدفاع الاسرائيلية بالاضافة الى بيانا رسميا صادر من حزب الله اللبناني الذي اعترف تماما بان المستهدف كان هذا الرجل وهو طالب سامي عبد الله هذا الرجل وصفته اسرائيل بانه احد اهم وابرز قادة حزب الله اللبناني بل هو اهم قادة حزب الله اللبناني تمكنت اسرائيل من اغتياله منذ السابع من اكتوبر حتى يومنا هذا وكانت هذه اللحظات الاولى لعملية استهدافه كما تلاحظون في جنوب لبنان وكانت هناك لقطات لدمار كامل للموقع الذي كان يتواجد فيه وقتل فيه مباشرة بعد هذا الاستهداف تلاحظ دمار كبير للغاية وهذا الموقع الذي استودف هو يأتي ضمن قرية مهمة في جنوب لبنان وهي قرية جوية التي تعتبر اداريا من ضمن قضاء صور هنا قضاء صور الذي ترونه وبالتالي هي في منطقة مهمة للغاية وساخنة ايضا تعتبر على مستوى الضربات الاسرائيلية كان يتواجد من خلالها هذا القائد ونلاحظ هنا من خلال هذه الصورة اوضحت لنا تماما الموقع الذي كان يتواجد فيه وطبيعة النقطة التي استهدف فيها تلاحظ اولا هذا المبنى المصمم بشكل مميز على المستوى المعماري هو اول نقطة سنبحث عنها من طبيعة هذا الاستهداف لكي نجد هذا الموقع في قرية جوية وتلاحظ ايضا نحن امام هنا طريق فرعي وهنا مبنى كما نلاحظ وحيد تقريبا بهذه الصورة ليس هناك اي مبنى بجانبه تلاحظ طريق اخر مع مبنى مع حديقة هنا امام هذا المبنى مع هذه المباني الاخرى التي تأتي على نقطة مرتفعة في الجبل كما نلاحظ وبالتالي النقطة التي استهدفت من قبل اسرائيل تأتي هنا تحديدا اي بخط مستقيم من هذا المبنى الذي اشرنا له وهذا المبنى المميز الذي ذكرنا بالتالي هنا النقطة التي كانت قد استهدفت فعلا وبالتالي اذا ذهبنا ايضا الى صورة اخرى نوعا ما هذه الصورة ليست واضحة ويبدو باننا هنا امام الواحل الطاقة الشمسية هي التي كانت على سطح المبنى المستهدف ويبدو بانها لم تتضرر كثيرا لا بأس من البحث عن الواحل الطاقة الشمسية اذا ما كانت تميز هذا المبنى واذا ما كانت فعلا هذه الواحل الطاقة الشمسية او لا وبالتالي اذا ما اتجهنا بالاعتماد على كل هذه المعلومات في قرية جوية وبالصور الواضحة هنا التي نتحدث عنها هذه هي جوية بالبحث عن المبنى الذي تحدثنا عنه المميز الكبير الظاهر بالصورة هذا هو المبنى متطابق مع ما رأيناه من هذه الصورة بالتالي 180 درجة مع الانسحاب قليلا بالقمر الصناعي ستلاحظ هذا المبنى متطابق مع ما رأيناه قبل قليل وكذلك تلاحظ هذا والشارع الفرعي نفس المبنى الوحيد الذي كان ظاهرا لنا وهذه مساحة واضحة وليس هناك اي مبنى بجانبه شارع اخر هذا هو المبنى الجانبي او المبنى الظاهر بعد الشارع مع الحديقة مع هذه المباني وهذا يعني ببساطة بان النقطة التي استهدفت بخط مستقيم هنا وبخط افقي هنا نحن امام هذين المبنيين واحدة من هذه المباني هي التي كانت هدفا واذا ما اقتربنا من هذه المباني قليلا لكي نتأكد بطبيعة ما هي النقطة التي استهدفت التي تأتي في نقطة مخفضة من هذا المتفع تلاحظ هنا باننا امام الواحل الطاقة الشمسية على هذا المبنى تحديدا الى الشمال بالتالي هو الاقرب لحقيقة هو كان الهدف بالنسبة لي اجانب الاسرائيلي وكانت هناك لقطات مصورة صورت بالضبط لنفس هذه اللقطة ونشرت بشكل رسمي من قبل وزارة الدفاع الاسرائيلية هي التي اوضحت ان هذه النقطة فعلا هي التي استهدفت لاحظ هي نفس الصورة بالضبط التي نتحدث عنها ولاحظ الاستهداف اين جاء ووجاها باتجاه هذا المبنى الذي تحدثنا عنه وهو الذي ادى الى مقتل طالب سامي عبدالله هذه المنطقة اذا ما اخذنا صورة واضحة لها لكي ننتبه الى اهمية هذه الضربة هذا هو النهر الليطاني بشكل عام وبشكل تقريبي والبلدة التي تحدثنا عنها بلدة جوية تأتي هنا تقريبا وطبيعة هذا الاجتماع كان مراقبا من قبل الموساد الاسرائيلي كما هو واضح بالنسبة لهذا القائد البارز للغاية وكان معه ثلاثة عناصر من قيادات حزب الله اللبناني اسرائيل والموساد كانوا يتابعون هذه الاجتماعات وتردد هذه القيادات على هذه المنطقة وهو الذي ادى بطبيعة الحال ان تأتي الطائرات الاسرائيلية لتحقق هذه الضربة وتقتلهم جميعا في هذه المنطقة المهمة للغاية وهذه على المستوى الاستراتيجي تبدو مهمة ضربة مهمة بالنسبة لاسرائيل لماذا؟ لان هذا الرجل ليس بالرجل العادي ابدا هو قائد وحدة النصر في حزب الله اللبناني وهؤلاء الثلاثة الذين هم معه هم من قادة ايضا ومن الصفة الاول من قيادات وحدة النصر ووحدة النصر هي المسؤولة تماما عن المنطقة ما بين النهر الليطاني والحدود مع اسرائيل بالاضافة الى ذلك بانها تعتبر الخطة الدفاعية الاول لحزب الله اللبناني بمعنى اخر بان اسرائيل اذا ما بدأت بالهجوم بريا على جنوب لبنان فانها ستصدم مباشرة بوحدة النصر هي التي ستقوم بعملية الدفاع عن جنوب لبنان وبالتالي نحن هنا نتحدث عن قائد اهم وحدة على مستوى المنطقة باكملها هو الذي قتل مع ثلاث قادة ميدانيين وهذا يوضح ما الذي تنوي له اسرائيل خاصة ان هذه المنطقة التي هي مسؤولة عنها هذه الوحدة هي المنطقة التي تبحث اسرائيل عن التقدم والسيطرة لها والتي تأتي على مسافة عشر كيلومترات تقريبا او حتى اكثر للوصول الى النهر الليطاني والمثير بهذه المسألة بان هذه الضربة تأتي بعد يوم واحد فقط من ضربة اسرائيلية اخرى جاءت باتجاه شحنة كبيرة كانت قادمة من سوريا باتجاه لبنان في منطقة ايضا هي مثيرة للاهتمام وللانتباه وهنا نتحدث عن هنا سوريا طبعا وهذه هي القصير وهذه هي الهرمل في لبنان وهذه المنطقة كانت تتجه ويتجه من خلالها رتل كبير للغاية مكون من شاحنتين للاسلحة بالاضافة الى شاحنات للوقود تابعا لحزب الله اللبناني وحزب الله اللبناني هو المسؤول اساسا عن هذه المنطقة الحدودية التي نراها بين سوريا وكذلك بين الداخل اللبناني وبمجرد ما دخلت هذه الشحنات جاءت الطائرات الاسرائيلية وبرقابة ومعلومات دقيقة تمكنوا من ضربها وضرب هذه الشحنة باكملها وقتل كذلك سبعة عناصر من عناصر حزب الله اللبناني والفصائل المسلحة المقربة من ايران ونتحدث هنا عن خمسة عناصر من حزب الله اللبناني كما اكد المرصد السوري لحقوق الانسان ومصادر معارضة سوريا تحدثت ايضا للعربية جديد لكي تؤكد هذا الاستهداف الذي نتحدث عنه ولاحظ اللقطات الهائلة لللحظات الاولى لهذا الاستهداف ليلة الاثنين على الثلاثاء خلاله هذا الاسبوع لاحظ الضربات كبيرة للغاية كما نلاحظ ليست بالعادية وتلاحظ اللقطات والصور لهذه الشاحنات وهي تحترق كما هو واضح تؤكد لك بأنك امام نفط وقود ومتفجرات هي التي انفجرت وهذا هو كان المنظر وحزب الله اللبناني اعترف تماما بمقتل ثلاثة من الخمسة التابعين لحزب الله بهذه الطريقة وتم تأكيد بأن سبعة من ضمنهم شخصين من الاشخاص من الذين يحملون الجنسية السورية والباقين هم من اللبنانيين ومن حزب الله اللبناني وهؤلاء ثلاثة هم الذين تم الاعلان عنهم طبعا وعن مقتلهم بعد هذه الضربة وبعد مقتل طالب سامي عبدالله الذي نتحدث عنه قائد وحدة النصر في حزب الله اللبناني والقاد الميدانيين طبعا حزب الله لم يسكت ابدا وقام بالرد بمئة وخمسين الى مئة وستين صاروخا باتجاه شمال اسرائيل كمان نلاحظ العديد من صافرات الانذار هنا في الشمال الاسرائيلي باتجاه بحيرة طبرية ونلاحظ هنا بعض اللقطات التي جاءت من صباحي وظهره هذا اليوم والضربات لا زالت مستمرة من الصواريخ القادمة من حزب الله اللبناني وهذه بعض اللقطات ايضا للقبة الحديدية وهي تحاول ان تلاحق هذه الصواريخ وتدمرها ولكن بشكل عام حزب الله لا يمتلك من خلال هذا الرد اي رد استراتيجي او قام باختيال احد او تدمير اي نقطة معينة استراتيجية للرد على ما جرى واضح بانه كان رد غاضب للغاية من حزب الله اللبناني بشكل عام اسرائيل تعلم تماما بانها ستكون امام مواجهة هذا الشكل وهذه الخارطة من الدفاعات لحزب الله اللبناني وهذه الخارطة قادمة من جازا وور يونيت تراكر الذي اوضح بان اسرائيل ركزت باستهداف الوحدات التي تأتي في العمق بين الحدود مع اسرائيل ومباشرة الى هذا الخط الذي هو يمثل النهر الليطاني وان الوحدات التي استهدفت مثل هذه الوحدة الوسطية والوحدة الساحلية لحزب الله وكذلك وحدة النصر لاحظ ان وحدة بدر استهدفت وكذلك ايضا وحدة عزيز وعدد من الوحدات الاخرى تستهدف على مستوى القيادات البنى التحتية منصات اطلاق الصواريخ مخازن الاسلحة وكل ما له علاقة بهذه القضية كذلك اسرائيل خلال هذه الحرب استهدفت كثيرا ايضا النقاط الموجودة على الحدود مع الحدود الاسرائيلية في الجنوب اللبناني ونلاحظ هنا ان حزب الله ضرب كثيرا رغم انتشاره المكثف ووجوده على هذه المنطقة واستعداده لمواجهة الجانب الاسرائيلي الا ان هذه المنطقة ضربت كثيرا على مستوى ابراج المراقبة الرادارات القيادات العناصر واضعفتها كثيرا كذلك كما تحدثنا هم يستهدفون القادر المهمين مثل طالب سامي عبدالله وسام طويل من قوات الرضوان وقوات الرضوان ايضا استهدفت كثيرا من السابع من اكتوبر حتى يومنا هذا الامر الذي جعلها نوعا ما تنسحب من الحدود بسبب تأثير الضربات الاسرائيلية والمعلومات الاستخبارية والاختراق من قبل اسرائيل لحزب الله اللبناني وبالتالي هذا لا يوضح فقط ان الموساد يتابع ويعرف تحركات القادة المهمين لحزب الله لا ابدا بل هو يكشف ايضا بانهم يعرفون العمليات العسكرية والخططية المستقبلية لحزب الله وما يخططونه للجانب الاسرائيلي وهو الذي يفسر لماذا لواء مهم اسرائيلي مثل لواء جولاني الموجود هنا في هذه المنطقة تدرب ليس فقط على الهجوم على حزب الله والعمل في داخل الاراضي اللبنانية لكنه تدرب ايضا على عملية المباغة والمفاجئة من قوات الرضوان على مستوى الجليل الاعلى دفاعيا كيف سيتصرف وهم اساسا اخلوا المنطقة من المدنيين لا بل ان غازا وور يوني تراكر كان قد تحدث بان الحرب باتجاه لبنان خلال شهر ونصف تقريبا خلال او حتى الاول من اغسطس كاقصى حد ومن الممكن قبل ذلك بايام تبدأ الحرب باتجاه لبنان وجنوب لبنان وهو كان قد ذكر بان هناك فرقتين الان في قطاع غزة هي تعمل الان في قطاع غزة نتحدث عن الفرقة 162 والفرقة 98 الفرقة 98 نوعا ما انسحبت من وسط غزة واكد بانها ستتقدم من المرجح الى رفح من اجل عادة السيطرة او اسناد الفرقة 162 للسيطرة والانتهاء من السيطرة على رفح خلال 25 يوما كما قدر هذا المصدر وبعد ذلك هذه الوحدات او هذه الفرق عفوا ستنسحب من قطاع غزة وتأتي فرقة احتياطية لتمسك الارض في قطاع غزة وتنتقل الفرقة 162 والفرقة 98 لكي تأتي هي والويتها طبعا باكملها الى هذه المنطقة لكي تستعد للقيام بهذه العملية وان هذه العملية كما تحدثنا مرشح بحسب هذا المصدر ان تكون حتى الاول من اغسطس او حتى قبل اغسطس بايام ليقوموا بهذه العملية وواضح من كل العمليات التي تقوم بها اسرائيل يبدو بانها ميدانيا تتجهز بشكل واضح لدفع حزب الله اللبناني الى خلف النهر الليطاني وهنا المعركة لن تكون سهلة عليهم بسبب قدرة حزب الله طبعا وقوات الرضوان وامكانياتهم وتارسانتهم الصاروخية لكن في نفس الوقت هي ليست بصعوبة ما جرى في قطاع غزة لا بد من الانتباه الى ان ما جرى بالنسبة لاسرائيل وصعب المسألة عليها في قطاع غزة هي المدنيين والمدنيين هي ليست مسألة كبيرة بالنسبة لما هو يأتي في جنوب لبنان بسبب انها حرب محدودة في مساحة محدودة وكذلك ان المدنيين بشكل عام ممكن ان ينسحبوا الى خارج هذه المنطقة باكملها وبعد ذلك اسرائيل تتمكن من السيطرة على هذا الموقع وفي 2006 استخدموا عشرة الاف جندي الان ستكون هناك الكثير والكثير من الاعداد من الجنود في غزة استخدموا حتى هذه اللحظة 30 الف جندي كاقصى حد مع عشرة الوية دخلت في قطاع غزة ممكن ان يكون العدد هنا اكبر بكثير باتجاه حزب الله مع تأثير هذه الضربات التي نتحدث عنها وطبعا التاريخ الذي تحدثنا عنه حتى الاول من اغسطس هو فيه مشكلة يجب ان لا ننسى ابدا باننا قد نسمع شيئا رسميا من 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 رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الشهر القادم في الرابع والعشرين من يوليو سيكون امام الكونغرس الامريكي امام مجلسي النواب والشيوخ والذي ممكن من خلاله ان يعلن شيئا ما مع اقتراب شهر اغسطس بانهم سيبدأون بعملية عسكرية باتجاه لبنان وهذا قد يكون خبرا كارثيا على من على جو بايدن الرئيس الامريكي الذي سيكون في مواجهة دونالد ترامب في نوفمبر القادم المسافة قريبة للغاية وجو بايدن الان نوعا ما حسنا من وضع التضخم في الولايات المتحدة الامريكية التضخم الذي انخفض الى 3.3% بحسب التريدنج ايكوناميكس بالتالي اخر ما يريده هو حرب في جنوب لبنان ممكن ان تندلع وان تتوسع الى حرب اقليمية وثم تبدأ التأثيرات الاقتصادية وتنعكس على الداخل الامريكي وعلى العالم باكمله ومشكلة جو بايدن طبعا هو وصل الى ادنى مستوياته من نوعية تأييد الشعب الامريكي له كما تلاحظ النسبة التي وصل لها هي 37.4% هذه ادنى مستوى له يصل منذ وصوله الى البيت الابيض كرئيس للولايات المتحدة الامريكية حتى يومنا هذا وكذلك بحسب السي بي اس نيوز كان هناك استفتاء وضح بان الشعب الامريكي 67% من الشعب الامريكي يرى بان دونالد ترامب لديه رؤية لما يمكن ان يكون للولايات المتحدة الامريكية وبالتالي رؤيته للولايات المتحدة بحسب 67% هي افضل من جو بايدن وكذلك ايضا اوضحوا بان هذا الرجل دونالد ترامب هو اكثر صلابة هو كذلك اكثر طاقة واكثر فاعلية وكذلك ان هذا الرجل اكثر كفاءة تأريد الشعب الامريكي ايضا ينظرون لترامب كشخص هو افضل بكثير من جو بايدن والاهم من ذلك ان 62% من الشعب الامريكي يريدون ترحيل المهاجرين الغير شرعيين في الداخل الامريكي وهذه مسألة مهمة للغاية يروج لها دونالد ترامب كثيرا بانه بمجرد ما يصل الى البيت الابيض سيجعل كل هؤلاء المهاجرين الغير شرعيين يغادرون الولايات المتحدة الامريكية بالتالي كل شيء على المستوى الخارجي والداخلي لا يسير بمصلحة جو بايدن فهل سيفعلها نتنياهو اثناء خطابه امام الكونغرس الامريكي ام حتى قبل ذلك اشتركوا في القناة